وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي قنق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم من يقوم حسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا لا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستازئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفر ولئن أذقناه نعماء بعد ضر أمسته ليقولن ذهب سيات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا صالحات أولئك لهم مغفرة وجون كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك يقولوا لا أنزل عليه كنزون أوجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراهم قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبافل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي وادله شهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفر من يتمنه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يسرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إن يخف عليكم عذابي ومن أليم فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلون أباديا رأيك وما نرى لكم علينا من فضل بل نذنكم كاذبين قاري يا قومي رأيتم إن كنت على بينة من ربي وتاني رحمة من عني فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكن يراكم قوم تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله انطرتهما فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنما لكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأهتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قال آمن فلا تفتئيس بما كانوا يفعلون واصنعين فلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنعون فلك وكلما مر عليه ملأ من قومي سخروا منه قال إن تسخروا منا فإما نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء مرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأهل إلى جبل ياصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء واخلعي وغيض الماء وقضي الأمر وسط وتعالى الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق أن تحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفذني وترحمي يكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم لا مفترون يا قوم لا أسألكوا عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفنا تاقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتونوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قونك وما نحنك بمؤمنين إن نقول إن أعتراك بعض آلهتنا بسوء إن قال إن أشهد الله واشهد أني بريء مما تشغون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم من دابة إن لا هو أخذ من أصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيل ولما جاء آمرنا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليل وتلقى عادون جحدوا بآيات ربهم وعصوا عصونه واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد من قوم هود وإلى ثمود أخاه صالحا قال يقوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أن شاءكم من الأرض واستعمالكم فيها فاستغفروه ثم توبوا له إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي وتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله نعصيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأخذ في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب القريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء مرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزيهم إذن ربك هو القبيل العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودك فرورا بهم لا بمدن ثمود ونقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبه أن جاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ووجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ياقب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء من ربك وإنهم أتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسل من نوط نسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءهم قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخفون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بلدك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يدفنكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الميكيال والميزان إن يراكم بخير وإن يخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم ينفوا الميكيال والميزان بالقصد ولا تبخصوا الناس شياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم حفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمارنا ما نشاء إن لك إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم رأيت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاخي أن ينصبكم مثل ما أصابق منوحنا وقاموا هدنا وقاموا صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا ليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لن رأت فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعجيل قال يا قوم أرهتني أعز عليكم من الله واتختموه ورأكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيض ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عبرهم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعبا والذين آمنوا معه بنحمة من نواخذة الذين ظلموا صيحة فاسمعهم في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعنت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة لفوردهم النار وبئس الويرد المورود وطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهةهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ وليم شديد إن في ذلك لا يتلم من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مجهود وما نؤخره إلا لاجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خاردين فيها ما دامت السماوات ونظر لما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خاردين فيها ما دامت السماوات ونظر لما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فأخفل ففيه ولولا كلمة سبقت من ربك لانقضي بينهم وإنهم في شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن متاب معك ولا تطرمينه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمستكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقل الصلاة الطرفين نهار وزرفا من الليل إن الحسنات يذهبنا سيئا ذلك ذكرى لذاكرين واصبر فإن الله لا يضي عجل المصرين فلولا كان من أنقرون من قبلكم لبقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبعا الذين ظلموا ما وطفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهنك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خنقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلنا نقص عليك من أنباء الرسول من أثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعدة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكن عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف نامرا تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يونسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عن شار كركبا والشمس والقمر رأيت من ساجدين قال يا بني لا تخصص رغياك على إخواتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأمين الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل ياقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لأيوسف وأخوه حب لابنا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أبي اطرحوه أرضا يخر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قرن صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وانقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنت فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له نحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخافوا أن يكنه الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكنه الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب يلتقطه بعض في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبقوا وتركنا يوسف عندما تعنى فجنه الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا علاقة لصهيب دم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلها دلوة قال يا بشرى هذا ظلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته يكريمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هو كذلك من كان ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأمن حديثه الله غالب على أمره ولكن نكر الناس لا يعلم ولما بلغ أشده آتناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغنقت الأبواب وقالت هيتنك قال معدى الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت خميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجل أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان خميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان خميصه قد من دبر فكذوت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن رسلت إليهن وعتدت لهن متكا واتد كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرجوا عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجلن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كذاهن أصب إليه نواك من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لسلنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إن يراني عصر الخمر وقال الآخر إن يراني أحمل خنق رأسي خبزا ونتأكل الطير منه نبئنا بتأويله نا نراك من المحصنين قال لا يأتيكما طعام ترزق له إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من تقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وياقوب ما كان لنا أن نشرك من الله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا أشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله من واحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسق ربهم خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع مقرات سماني أكلهن سبع عجاف وسبع سمعولات خضر وأخرى يا بسال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات خضر وأخرى يا بسالي لعني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سمبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ياصرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحصا حق أن راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين